موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي تراحي مساك الله بالخير يا سمي مرحبا مسألة يا خلال مرحبا ومسألة فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة اللي فيها مواضيع متنوعة وأيضا غنية بالعلم والمعرفة وأيضا فيها مواضيع مهمة ويمكن اليوم تكون مثيرة أيضا للبعض من الناس إن شاء الله بإذن الله هذا إلى جانب ضيوف مميزين مثل كل يوم بنناقش معاهم في الأستوديو مواضيع منوعة ومفيدة وحلقة اليوم تضم أيضا العديد من التقارير المتنوعة والمختلفة نعم أيضا يا سمي نبدأ اليوم حلقتنا بالتجمع تدريب البراعم الذي نظمه أو نظمته جمعية الكشاف والمرشدات الإلكترية تحت شعار بخطوة نبدأ تجمعنا نعم شارك في التدريب 330 برعما من براعم روضات المدارس المستقلة المزيد في التقرير التالي ككل سنة تعمل جمعية الكشاف والمرشدات القطريات على تنظيم التجمع التدريبي للبراعم والذي بلغ عدد المشاركين به لهذا الموسم 18 روضة بنات وبنين وذلك بالنادي العربي الرياضي الجمعية درجت على أن تشمل برامجها جميع المراحل الكشفية المختلفة طبعا هناك مرحلة البراعم ومرحلة الأشبال ومرحلة الفتيان ومرحلة المتقدم طبعا نحن رأينا في خطاتنا أن البرامج تكون متدرجة ومشوقة لهذه الفئة المستهدفة يتنقل هؤلاء البراعم بين الأقسام الموجودة بهدف التعرف على القواعد الكشفية والأنشطة والبرامج المتنوعة اليوم هو تجمع البراعم تحت شعار تجمعنا يبدأ بخطوة هو عبارة عن مجموعة من القواعد الكشفية والإرشادية مثال عليها مدلول وتحية العلم الشعار القانون الوعد ويتم إعطاء البراعم هذه المعلومات الكشفية والإرشادية بطريقة المسابقات والألعاب لأن مثل ما عارفين البراعم الصغار ما تقدرين تلقنينهم تلقين مباشر ما رح يستوعبون المعلومة وتوصل لهم مثل بساطة توصيل المعلومة بالألعاب والمسابقات يجب أن يكون البراعم صادق أمين وتحرص دوما جمعية الكشاف والمرشدات القطريات على استقطاب براعم جدد في مرحلة الروضة بالمدارس المستقلة لتكون رافدا للحركة الكشفية والإرشادية في قطر مشاهدين الكرام أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن إطلاق تطبيق جديد هذا التطبيق يتيح للعملاء تقييم الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور نعم خالد طبعا عزائل المشاهدين المزيد من هذا التطبيق والمعرفة عنه التفاصيل الكثيرة معنا في الستيديو المهندس خلف لعنزي مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني يا مرحبا ومسهلا فيك وسعيد جدا نكوني معاكم وشاكركم دائما التغطية المستمرة صراحة سواء الوزارة البلدية وجميع القطاعات الخدمية في الدولة وحنا أسعد يا أبو سعود متشارفين بوجودك معنا اليوم لو تكلمنا في البداية عن تفاصيل لحنا نتكلمنا عن إطلاق تطبيق جديد يعني هذا التطبيق همزة وصل بين الوزارة وبين الجمهور لو تحدثنا عن تفاصيل هذا التطبيق بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يمكن وزارة البلدية والتخطيط العمراني كانت في أول وزارة تقريبا في المنطقة يعني يكون لها تطبيق عبر متجر عبل والأندرويد يمكن في 2011 تقريبا إحنا أطلقنا أول تطبيق كان وعندنا تحديث طبعا إحنا سنويا لهذا التطبيق بحيث أنه يكون على حسب الاحتياجات السنوية ونضيف فيه تدريجيا بعض الخدمات الموجودة الحمد لله يمكن التطبيق الأخير الذي نزل يعني كان فيه عدد كبير من الخدمات الجديدة والاستعلامات وبعض الأفكار واللمسات اللي كانت أيضا يمكن فريدة من نوعها من ضمنها أيضا لتقييم الخدمات وممكن أعتقد إحنا نحن تطرق نعم أنا دمنا أنت طرقت الموضوع تقييم الخدمات طيب من هذا التطبيق الحين شو ممكن للسادة المستهلكيين يعني اللي عندهم هذا التطبيق شو ممكن أن يقيمون الخدمات اللي تقدمها البلدية على مدار السنة جميل هو الفكرة اللي يطولي بعمرك أن أي وزارة أو أي جهة خدمية هي عند مجموعة من الأستاذ والموظفين الموجودين يقومون بتقديم خدمات معينة للجمهور وعادة ينتهي الفيدباك اللي نسميه أو اللي هو رجع الصداء أو معرفة الآراء بتقديم الخدمة فعادة يحصلون على قليل على فكرة نسبة قليلة جدا من الناس اللي ممكن يبدي لك وجهة نال اللي تتفاعل مع الموظف اللي تتفاعل وتقولك والله يا أخي أنا عجبتني خدمتكم أعطيها كذا نسبة أو كذا فحنا حطينا في أنه لما تقدم على أي خدمة من خلال التطبيق أي خدمة أنت تقدمها مباشرة نتيح لك إمكانية تقييم هذه الخدمة التي تم تقديمها لك من قبل وزارة البلدية وتقديم العمرانية يعني أنت تقدم اليوم مثلا على قص أشجار بعدما يتسكر الطلب عندنا في السيستم مباشرة بيوصل عندك يكون موجود عندك في متابعة يمكن نعرض في البعد شوي بيكون أوضح في متابعة الطلبات أنه بيكون موجود عندك هذا نشوفها بلسو أي هذا طبعا التطبيق الجديد إحنا نتكلمنا فيه كثير من الخدمات مثل ما أنتم شايفين هنا عندنا نعم فيه أيضا هذه الخدمة طلب الشتلات تقدر تتسوق عن طريق الموقع تقدر تختار الخدمة وهذه كل الخدمة مثلا ومكتوب عن تفاصيل معينة هذا الخدمة أحب أن نضيف مثلا خدمة معينة تم إضافة الخدمة هذه خلاص في سلة التسوق اللي موجودة نشوف الشتل الثاني والشتل الثالث ونضيف لأنه لنبيه وبعدها مباشرة نضغط على الزر فيتم عمل الطلبة هذه عندناك خدمات اللي موجودة حاليا الموجودة عندنا وما أدري ممكن نرجع الفيديو مرة أخرى على الشتاة سهل استخدام هذا بسو جدا جدا سهل جدا يعني هو تطبيق مباشرة أنك تنزل عندك وبعد ما تنزل عندك تسوي اكتيفيت للتطبيق بحيث أن تضغط رقم تليفونك ورقم بطاقتك الشخصية فنعرف أن أنت صاحب الهاتف ونبعث لك رقم معين على تليفونك تضغط الرقم هذا فنحن نتأكد أنه بعدها تبدأ مباشرة تقدم على الخدمات يعني هي ضغطتين زر تقدم على كثير من الخدمات الموجودة بدأ تركب سيارتك وتروح وزحمة وكذا فنحاول قد المستطعن نحاول أغلبية الخدمات الموجودة عندنا في وزارة البلدية إلكترونية إلكترونية يعني يمكن هذا مثل ما ذكرت تطبيق فريد من نوعه حلو أن أنا تواصل معك عن طريق تطبيق أنا أنزله لكن هل هذا التطبيق سهل التنزيل هذا أولاً؟ ثاني شيء هل يحتاج إلى برامج أخرى لدعم هذا التطبيق؟ أول حاجة طبعاً هو سهل جداً يعني تتخذ من جرد أنك تدش على المتجر لابل وتنزل التطبيق ما اسم التطبيق؟ بلدية بلدية الشغلة الثانية المهمة أنه لما أنت تقيم الخدمات التي نقدمها لك التقييم هذا ما راح يكون مجرد شكلي يعني مجرد أن أنت تقيم وخلاص ونننسي الموضوع لا تجمع كل هذه البيانات نعم اللي احنا ناخذها من العملاء الموجودة عندنا وندخلها في عملات حسابية معينة ونعرضها على الشاشات موجودة أمام المدراء والمسؤولين في البلد حتى يتم اتخاذ قرار أو تصحيح أمر معي أيوة ونحن نسوي نفس البورصة يعني عرفت أن نشوف ما هي الإدارات الأفضل ما هي المبيديات الأفضل آداء اللي موجودة عندنا مثلا بلدية مثلا كذا اليوم مثلا نازل الأداء عندك يعني الناس مش مش راضيين مثلا مش راضيين على هذا الخدم فتعا خلونا نناقش ونشوف الوضع إيش اللي صاير طيب أنا بسعود لما أطلب الطلب يعني أول شيء لو تلمحة إذا يذكر يعني تذكر على سبيل المثال إيش الخدمات اللي ممكننا نحصل عليها عن طريق هذا التطبيق وكم الفترة بين أنا ما أطلب هذا التطبيق لين توصلني الخدمة طبعا بفترة طبعا تختلف يعني منهم من الخدمة على حسب الخدمة على حسب الخدمة مثلا عندك السيارات المهمة لا تختلف مثلا عن قص الأشجار مثلا عندك طلب لوحة الأرقام المباني هذه مثلا هذه الخدمة مثلا عندك يعني إذا حابين حتى ناخذها ممكن نشوف هذه موجودة هنا عندنا كثير جدا من الخدمات يعني سبيل ذكر بعض الأشجار أيضا هناك استعلامات أحب نشوف عندنا حتى في الاستعلامات هذه البن تقدر تبحث عن أي رقم أرض في الدولة تضع رغم البن اللي هو رغم المساحي وتبحث عنها هذه التقييم هنا تشوف هنا التقييم لما تدش على الخدمات اللي أنا قدمتها الآن عندي هذه أرسل التقييم في كل خدمة من الخدمات الآن تشوف منلاحظ أن نضغط على واحدة من الخدمات اللي قدمتها تشوف هنا قالك تقديم الطلبة خلاص الآن أنا أختار أي نجمة أعطيكم 5 ستار أو 3 ستار خلاص قدمت الله هذه المباشرة المعلومة نحن نأخذها نستفيد منها نعرف مدى أو رضا الجمهور عن الخدمات هنا طبعا آخر الأخبار موجودة عندنا بستايل جميل طلعنا بشكل أيضا هذه مضمن التغييرات موجودة ولكن هذه كلها هذه البن اللي بتبحث عن أي أرض موجودة في الدولة مثل ما قلنا وتقدر أن دخل أي رقم الأرض موجود على الخارطة بالضبط عندك سند ملكية نفس القوغل نفس القوغل لكن القوغل لا يوجد بحث عن هذه قطرة صحيح نعم إذا لديك سند ملكية تحصل الرغم المساحية التي يسميها تأخذ الرغم تضغطها في محرك البحث الذي يطلع عندنا قبل شوية تضغط بإدراويك أين كان الأرض صحيح أول شيء والله خالد أن أنا مستنس على الخارطة أنا أن أرضي مدلها أنا كثير وشريحة كبيرة من المجتمع خصوصا الناس اللي يتعاملون في الأراضي نعم وليس فقط الأراضي على فكرة حتى العقارات نفس الشيء طبعا عندنا خدمة دليلة وتفاصيلها كثيرة أتوقع استضافناك مرة تكلمت نعم أنا قلت أن أحمد شمر هو اللي يفتك مني لأنه الدليلة نعم طيب بسعد أنا أريد أن أسألك ما هي الأهداف التي تتحققونها من وراء يعني إطلاق مثل هالتطبيق أول شيء طبعا تسهيل على المراجعين مثلما ترون كثيرا التكولوجيا خدمت المجتمع وكذا نحن نوظف التكولوجيا نقدم خدمة أتراضية بالاستخدام السليم بالاستخدام السليم وماذا نستطيع أن نرفع من مستوى الخدمات التي نقدمها وأيضا اليوم أصبح اليوم أصبح التكولوجيا مضمار السباق صراحة على مستوى العالم ككل فاستخدام التكولوجيا وتوظيفها في خدمة المجتمع وخدمة الوزارات هذا هدف أساسي طبعا صحيح بسعود له بنتكلم عن هذا التطبيق يمكن أن يخدم العملاء لكنه بنتكلم عن انعكاس هذا التطبيق على أداء الموظفين وإنتاجيتهم أحسن يمكن لا دور في إنتاجيتهم أحسن سؤال ممتاز جدا برك الله نحن في التطبيق هذا يمكن نفسه ما أهمنا طبعا الجانب الخاص بالموظفين فحطينا قسم خاص لو ترون في التطبيق نفسه اسمه الموظفين خاص بالموظفين يدخل الموظف على هذا القسم يقدر يقدم إجازة يقدر يقدم إذن خروج يقدر يعرف راتب اللي نازل يقدر يعرف تقييم السنو يقدر يعرف مستحقات الوظيفية يقدر يقدر على خروجية يقدر يقدر فأغلبية ما يتعلق في الموارد البشرية كلها موجودة أين؟ في داخل السيستم لا يحتاج أن يكتب لا ورقة ولا قلم حتى لو كان في أي مكان ثاني بالإضافة أن المسؤول المباشر يقدر يعطيه موافقة مباشرة حتى لو في الليل الساعة ثنتين إلكترونيا إلكترونيا مباشرة يوصل على مسجل يوافق عليه مباشرة أيضاً القدمة المهمة جداً في الموضوع هذا اللي هي مسألة شهادة الراتب نعم يعني الآن ما في داعي أن الموظف عندنا في وزارة البلدين يروح ويقدم على شهادة راتب وهو يدش من خلال التطبيق مباشرة وليس يقدم يحصل عليه مباشرة يحصل عليه مباشرة ما شاء الله الموضوعين في الوزارات الثانية يحسدون يحسدون لا ما شاء الله أنت تغلبت على شركات كبيرة الآن ما شاء الله وهم فيهم الخير والبركة ولكن مثل هذه الجهود الحثيثة اللي أنت تفضلت بها أو أنت يعني في وزارة البلدية دائماً ما نسمع أن القفزات النوعية اللي أنت تغفزونها سواء البلدية أو أيضاً وزارة الداخلية ومشكورة على الجهود القائمة لذلك نحف دائماً جميع الوزارات يعني أنها تقوم وتستخدم أو تستثمر الطاقات اللي موجودة عندها وبتوظف هذه الإمكانيات بشكل مطلوب دامنا عندنا التكنولوجيا موجودة فلا بأس من استخدامها لتسهيل وتسيير أمور كثيرة غير هذا خالد توفير للوقت صحيح حفاظ محافظة على البيئة أنت ما تستخدم أوراق الآن بهذا التطبيق لا مزايا لا فكرة إحنا لو جئنا نحسبها فوائد لا ترى كثيرة جداً تتكلم عن طباعة تتكلم بس عن طباعة الأحبار كم تكلم في الآية عارفين تكاليفها المهولة الأحبار والأوراق والمندوق اللي يركب السيارة ويروح يودي الأوراق يعني فيها لها حسبة كبيرة جداً ملايين لما أنت تحول معاملة إلكترونية وحدة أنت قاعد تحفظ ملايين للدولة نعم ويمكن هذا يعني مثل احتداثي ممكن يطبق في جميع الوزارات صحيح نعم الله يوفقكم إن شاء الله طيب أنا ودي أسألك بسعود يعني هل في مثلاً شفت تفاعل الجمهور مع هذه الخدمة اللي أنتوا قدمتوها وأيضاً خصوصاً لو نتكلم عن خدمة دليلة اللي شرحناها قبل هل شفت أنه فعلاً فيه تفاعل إيجابي من الناس يمكن فيه إحنا قبل تقريباً يمكن حوالي خمسة أيام نشرنا كان في عندنا تصويت مستوينا على الموقع الإلكتروني نقول للعملاء أنه شو الأفضل أو أكثر الطرق اللي تقدم بها خدماتك وزارة البلدية أذكر أنه إذا ما خابضاً إن شاء الله أنه لكن الأكيد أنه فوق خمسين بالمئة أو ستين بالمئة يعني تقريباً ثلاثة ستين شيء من العملاء يقدمون خدماتهم عن طريق التطبيق ما شاء الله تمام يعني شايف نحن نتكلم عن 2011 الحل نزل عام 2011 تخيل أنه وصل إلى ستين بالمئة من الناس أصبحوا يستخدمون عن طريق الحل معناه تناجح مئة بالمئة بالتالي نحن لازم نحاول قد المستطاع نضغط بكامل طاقتنا نحول كل المعاملات لأنه أثبت نجاح في الناس كلها قاعد تستخدم اليوم هذا التطبيق اسمه بلدية بلدية نعم والتطبيق الذي قال عننا خالد الذي هو دليلة دليلة فكرة بسيطة عننا أنا صراحة ما عندي فكرة عننا دليلة الله يسلمك هو مشروع إرشادي في الدولة يعني يفيدك في أمور التالية أو طبعاً في أكثر من طريق في التطبيق نفسه في الموقع الإلكتروني في الـ SMS طبعاً نعم لأنه ليس موجود صراحة نحن أول ناس طبقنا براعة اختراع فيه براعة الحقوق الملكية فكرة لدليلة مشروع دليلة ما شاء الله تبارك راح هو عبارة عنه أن تستخدم الـ SMS توظف الـ SMS أو حتى التطبيق وغيره أن تريد أن تعرف أن تذهب إلى أي مكان أن تذهب إلى سوق واقف ترسل الآن سوق واقف نعم وترسل على تسعة ثنين واحد تسعة ثنين بيعطيك اللوكيشن تسعة ثنين واحد تسعة ثنين تسعة ثنين واحد تسعة ثنين واحد الشغلة الثانية أن أنت ماشي في الشارح شفت مثلا منطقة الريان أو الغرافة أو الخيسة أو المصلال أو الخلطيات لا تعرف معناتها فمباشرة أن ترسل الاسم هذه نفس الطريقة نفس الاسم ترسله على تسعة ثنين واحد أيضا راح يعطيك معنى هذه المنطقة فهذه أيضا من ضمن الشغلة الشغلة الثالثة المهمة أيضا في الموضوع لأن الرغم المساحي إذا بغيت تعرف رغم أي أرض ومش عندك التطبيق هذا ليس موجود عندك تكتب كلمة PIN وتكتب الرغم المساحي واضطرش على تسعة ثنين واحد تسعة ثنين واحد يرجع لك خريطة تضغط عليه أنا أطول يعطيك الديريكشن يعني هو بسعود مثل ما ذكرت هو تطبيق أو ليس تطبيق فقط بالاسمس لا هذا لا اسمس هذا مشروع متكامل شغلناه الآن طبعا على الاسمس شغلناه على التطبيق شغلناه حتى على الموقف يعني هذا يمكن أنا أوجه حتى حق الإخوان اللي يجون قطر حتى لا فايدة في السياحة يعني تسعة إخواننا الموجودين أو اللي يزورون دولة قطر أي منطقة تبي تعرفها أو تبي توصل لها تسعة ثنين واحد تسعة ثنين تسعة ثنين تسعة ثنين واحد تسعة ثنين ترسل اسم المنطقة اللي أنت تروح لها ورح يجيك ضدها نحن نحاول قد المستطاع نحط حتى لبعض الكلمات التراثية مثلا لو كتبت المؤسس ويوصلك اسمس يعطيك مثلا بريف معين أو التفاصيل معين نمدة بسيطة نمدة بسيطة فنحاول قد المستطاع مثلا نحط بعض الأمور هذه على أساس أن يكون عندنا نظام متكامل في الدولة بكرة يفيدنا كثير ونغذيب باستمرار عسى الله يوفقكم إن شاء الله ودائما مميزين ومنها الأعلى بإذن الله المهندس خلاف العنزي مدير إدارة نظم المعلومات ووزارة البلدية والتخطيط العمراني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم بالتوفيق إن شاء الله إذن أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم ولكن بنطلع فاصل قصير وبنتابع بعده جهود مؤسسة الرعاية الأولية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين انتظرونا ترجمة نانسي قنقر